نرح سريعا لمجز لهم واخر الأنباء بصحبة زمنة نادينا شارف شكر لك مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للتحدي الأفريقية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه من المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترأسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية النباد كما سيلقي كلمة أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية وعلى هامش الفعاليات يجر الرئيس السيسي مباحثة مع ناظره الكيني وليام روتو لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية كما وجه الرئيس السيسي كلمة للرئيس الكيني وليام روتو والشعب الكيني الشقيق في سجل الزائرين بمستهل زيارته إلى النيروبي للمشاركة في القمة التنصيقية للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تقدم بخالص التقدير والشكر الرئيس الكيني على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال وذلك خلال كلمته بسجل الزائرين كما أعرب الرئيس السيسي عن سعادته لتوجوده بالعاصمة الكينية نيروبي متمنيا للرئيس روتو ولشعب كينيا الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم طلق رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية الفريق أول روكن عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني وليام روتو وأنقل البرهان الرئيس الكيني خلال الاتصال أسباب تحفظ حكومة السودان على رئاسة كينيا للجنة الربعية المكلفة من قبل الإيجاد لمعالجة الأزمة في السودان ورفضه لمخرجات القمة التي عقدت في العاصمة الأثيوبية أديسا بابا مؤخرا مؤكدا سيادة السودان على أراضيه أعلن وزير الدفاع البريطاني بان والاس في مقابلة صحفية أنه سيتنحى من منصبه في التعديل الوزاري القادم وقالت صحيفة ساندي تايمز أن والاس أبلغ رئيس الوزراء ريشي سوناك الشهر الماضي عن اعتزامه عدم الترشح في الانتخابات العامة التي ستجرى بحلول نهاية العام المقبل وأضف والاس أن قرار عدم الترشح ليس سببه أعتقد أن حزب المحافظين سيخسر أمام حزب العمال المتقدم في استطلاعات الرأي لكن بسبب إلغاء دائرة الانتخابية في شمال غرب إنجلترا بمجاب التغيرات الأخيرة في تحديد الدوائر التهمت الحرقة الضخمة في كندا أكثر من عشرة ملايين هكتار هذا العام وهي مساحة غير مسبوقة في تاريخ البلاد ومن المتوقع أن تزداد هذه المساحة المنكوبة مع اشتعالي تسعمائة وستة حرائق السبت في البلاد منها خمسمائة وسبعين حريقا خارج عن السيطرة ووفقا للأرقام الوطنية الصادرة عن مركز رصد حرائق الغابات في كندا أعلنت سلطات الأسبانية إجلاء ما لا يقل عن ألفين شخص بعد اندلأ حريق غابات وخروجه عن السيطرة في جزيرة لابالما وشهدت أجزاء كثيرة من جنوب إسبانيا ارتفاعا في درجات الحرارة التي تجاوزت الأربعين درجة مئوية الإسبوع الماضي ومن المتوقع أن تواصل درجات الحرارة الارتفاع هذا الأسبوع في إسبانيا وجنوب أوروبا أعلنت الجريدة الرسمية التركية رفع ضريبة الاستلاك الخاصة على البنزين وزيت الديزل في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتوقعت كالة رويترز وفقا لحساباتها أن يضيف تأثير هذه التعديلات الضريبية إلى جانب ضريبة القيمة المضافة ما يقرب من 6 ليرات على السعر النهائي لمبيعات المنتجات البترولية بزيادة أكثر من 20% لكل لتر ختم مجزء الثامنة فاصل وأنا أود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير أكثر من 20% للمبيعات المضافة أكثر من 20% للمبيعات المضافة ترجمة نانسي قنقر